السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أمميو لتفسير الأحلام بشكر جدا كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في الله ريتها تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر اللي هتعلم النهاردة أحبتي في الله نتكلم عن شرب الماء للمرأة المتزوجة في المنام على ما يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لشرب الماء للمرأة المتزوجة في المنام ده بيدل على ان شاء الله بإذن الله تعالى تحقيق أمنية كبيرة لها كانت هي بتتمنها في السابق في المرحلة السابقة وان شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة لها ان هي بإذن الله تعالى هتحقق الأمنية في خلال فترة وصيارة ان شاء الله بإذن الله هتحقق هي كل ما تتمنيه وبتدل كمان على الخير والرزق والمال والسعادة لها والأولادها بأمر الله تعالى طب لو هي شافت ان هي بشافة وجهها في الماء لو شافت المرأة المتزوجة وجهها في الماء ده دليل على انها حصنت الأخلاق والنسانة متمسكة بدينها وان هي تحصن مع أهلها يعني حصنت الأخلاق مع أهلها ومع أهل زوجها وان هي بتنعم كمان بالحياة السعيدة مع زوجها وأولادها وأهلها بأمر الله تعالى يعني رؤية الماء للمرأة المتزوجة في المناء شرب الماء أو ان هي شافت وجهها في الماء ده دليل بأمر الله على الخير والسعادة لها ياريت تعملوا لايكوات للفيديو وتشتركوا معي أكتر عشان تتواصلوا معي أكتر بإذن الله تعالى بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر